الدخول في التفاهم على وقف إطلاق النار هي الخطوة الأولى في مرحلة المشاورات التي تبدأ في الكويت بعد وصول ممثلي طرفي النزاع إليها لخوض جولة مشاورات من المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري لكن الطريق إلى تحقيق نتائج لهذه الجولة بدرجة أساسية يعتمد على تثبيت وقف إطلاق النار في موعده المحدد في العاشر من هذا الشهر أيضاً المصادر تؤكد بأن طرفي المفاوضات تسلم مسودة الاتفاق ووضع ملاحظات أولية عليها في ظل استمرار جهود أولية متواصلة يعمل عليها فريق من الاتحاد الأوروبي تتعلق بتأهيل مراقبين للعمل على التوصل إلى إخراج الخطوة الأولى بنجاح وهو أيضاً ما تطلب بدء خبراء من الأمم المتحدة بتدريب فرق سيتم نشرها في مناطق التماس لمراقبة وقف عمليات إطلاق النار وزير الخارجية المخلافي أعلن أن لدى الحكومة مسودة شبه نهائية لهذا الاتفاق مع ميليشيا الحوثي وصالح الذي سيبدأ من محافظتي تعز وحجة بينما تحدثت جماعة الحوثي بشكل منفصل عن حليفها الرئيس المخلوع عن تسلمها مسودة اتفاق قالت إن النقاش عليها ما يزال جارياً ولم يتم الموافقة نهائياً وهو ما يراه مراقبون وضع في سياق العراقيل التي تبدو الجماعة بارعة في صناعتها في مختلف مراحل التهديئات والمفاوضات السياسية